أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا أب القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائه لهم أجمعين تنزلات عالم سقر التي وقودها الناس والحجار وأحسن الله عزاءنا وعزاءكم بهذه الليلة العظيمة التي تجلت فيها كل رحمات الله بل كانت كل القصة الإلهية لأنبيائه ورسله ومن قلوب الأنبياء اشتاقوا إلى لقائه والفناء في حضرته إنه يوم عاشراء وها نحن في ليلته وكل ما في هذا الوجود صغار على أن يفقه أو يحصو نعمة من تلك النعم وكيف لا تكون كذلك هذه الليلة العظيمة والجليلة والجليلة والتي هي ميزان الخلقة الأولى إن الله كتب على الحسين الشهادة قبل أن يخلق الخلق لتتم هذه الشهادة وتكون فاتورة إظهار الجمال في ساحة القدس المتعال فيلوذ بها أهلها وينجون بنجاته وكأنها صورة صانعها قربان آل محمد ومحضرها آل محمد جميعا بينهم وبين الله حتى يرضى ومن هنا نجد أن الله حينما خاطب موسى سلام الله عليه وكان كليما الله كان يحدثه عن أمة محمد صلى الله عليه وآله والحديث هذا كان من جانب الطور الأيمن حينما نظر لتنكشف تلك الشجرة التي فيها وهي أصل حقيقة شجرة طوبة تنكشف من هناك رحمات الله فتعلن هويتها إني أنا الله لا إله إلا أنا وقد تجلى الله في كربلاء في قربان آل محمد بكل رحماته وهناك كان موسى سلام الله عليه يطلب من الحق المتعال ويقول له وما عاش وراء فيكون الجواب أظهار تلك الصورة ويدعوه الحق المتعال أن يأتي إلى جانب الطور الأيمن لينظر هناك إلى كل التجليات الإلهية وكانت أمام عيونه فيغشى عليه ويخر مغشيا ويزيده الله بهذا البكاء والحزن خشوعا إن سيد الشهداء صلوات الله وسلام عليه هو حركة للوجود بل هي منه إلى الله ومن الله إليه وقد دعا من باب شفقته الخلائق أن يستفيد ولو من ذرات غبارها قلوب كربلاء تحتاج إلى قلب كقلب إبراهيم ينسيه جزع على ابنه فيما لو ذبحه بيده وعلى آدم وعلى خروجه من الجنة ليتعانق مع جبرائيل فيغشى عليهما حينما يقص عليه قصة من كربلاء ومن تجلياتها ومن جمالها فلا يتحمل القلب فيغشى قلب آدم عليه السلام ويسقط مع جبرائيل مغشيا عليهما نحن ندرك أن الغشية من لوازم مقام ماذا الأبدان لا من لوازم الملائكة أي شيء هذا الجمال الذي هو من نعم حضرة سيد الشهداء حتى يسقط جبرائيل مغشيا عليه وحينما يتعانق مع آدم ولو تراه يا آدم يحول الماء بينه كأنما هو الدخان في السماء أو يحول بينه وبين الماء كالدخان في السماء وهكذا نجد لوعة إبراهيم ونوح عليه السلام والأنبياء جميعا يبدون أبصارهم وينسون بلواهم وتحط الرحال في كربلاء ويسأل الله كل نبي أن يزيده من معرفة نعمه وكيف لا تكون كذلك والله يقول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها كربلاء التي تحتاج إلى سفر بعيد مع الله لندرك شأن من نعمها حتى لو وصلنا إلى عالم الآخرة ستبقى لكربلاء نعم لم تكشف على قلوبنا وعلى قلوب الرحانيين والملائكة بل كشفت خاصة لعيون سيدة النساء صانعة النعم الإلهية بل حقيقة النعيم الإلهي وأن كربلاء هذه التي يخر موسى وعيسى وإبراهيم ونوح والنبيين جميعا ويبكيها رسول الله في كل آن عند خبرها تبقى تمام معرفتها وتمام نعمتها لآل محمد عليهم السلام هذه عاشراء حينما يجيب الله نبيه موسى وما عاشراء فيبدأ يحدثه بقدر معرفته وعاشراء التي تمثل إعداد محمد وفتح المبين لمحمد صلى الله وسلم عليه حيث أعلن حضرة سيد الشهداء هذه الحقيقة من التحق بنا استشهد ومن تخلف عننا لم يبلغ الفتح والله يقول لرسوله ويعده بفتح عظيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويقول إمام الصادق عليه السلام وأي ذنب كان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى يغفر إنما هي ذنوب شيعة علي وتقصيرات أولياء علي حملها الله إلى نبيه فغفرها بكى هناك محمد وهذا ما هو موجود في الأحاديث أنا أتلوه بكى هناك محمد حينما نظر في أمته كيف تستعر النيران عانقه حضرة سيد الشهداء وقال له أنا أكفيك إياها وكان الثمن والقربان لرفع هذه الأمة وليزال عن محمد ما حمل من أمته والمراد من أمته هم الذين أطاعوه في ولاية أهل بيته وإلا يوم القيامة هؤلاء يا محمد ليسوا من أمتك لا تدري ما صنعوا بعدك إنما احتجبوا بالشهادتين في هذا العالم حتى يحقنوا دمهم وأموالهم وأعراضهم لكن إذا جاء المائز في القيامة الكبرى سيحشر الله كل امرئم مع من أحب يوم نسوق كل أمة بإمام وشهيد حقيقة هذه الليلة أنا أعجز من أن أفقه غبر على نعل حضرة عبد الله الرضيع بل على نعل جون سلام الله عليه إنهم الإعداد الإلهي الكبير حتى يتقدم تتقدم صاحبة المعرفة الكبرى التي تقدم إلى ساحة الله كل النعم المبسوطة التي عجز الأنبياء عن إدراكها عالمة غير معلمة لا أنها ذاهبة إلى ربي سيهدين بل عصمة وحبل ممدود اللهم تقبل منا هذا القربان هي تدفع القربان فتعرف فاتورة كل نعمة وقد أحصتها لأنها قلب سيدة النساء وروح سيدة النساء وزين سيدة النساء إنما هو كان موجود في كربلاء هو إعداد إلهي من الزمن الأول وما من مصيبة إلا في كتاب من قبل أن نبرأها وليس من بعد أن نبرأها هناك أعد عبد الله الرضي حملا للحسين هناك أعدت رقية حملا للحسين صغر هذا العالم لصغر عقولكم الذين تنظرون فتقولون أننا قد قدمنا للإسلام أكثر مما قدم عبد الله أو أكثر مما قدمت رقية والله لو أن غبر من نع لأسر رقية وصل إلى قلوبكم لأبادكم وأباد أقوامكم وأنتم أعجز من أن تفقه ذرة من تلك النعم التي حدنا نعيمه الحقيقي وتسألن يومئذ عن النعيم هذه حقيقة الولاية هذه حقيقة الليلة إحياء هذه الليلة بإحياء ذكرى معرفة ما قدمه هذا النعيم حتى نلتزم ونبقى ونرابط على ولايتهم ولا تغرن دراهم الدنيا ولا ملوكها من أن يأخذوا من قلوبنا الذرة من السجود على أعتاب آل محمد عليهم السلام من كانت هذه حقيقته فهو أحيا ليلة العاشر من المحرم وهو ممن زار الحسين عارفا بحقه كمن زار الله فوق عرشه هذه الليلة التي ادخرتها لأتحدث بها عن حضرة سيد الشهداء وحضرة صاحب الزمان صلى الله عليه وسلم عاشقوا حضرة سيد الشهداء الذي يبكيه بدل الدموع دما الذي يبكيه بدل الدموع دما فتح سيد الشهداء الأكبر وظهوره على يد هذه الحضرة ما جمعته من نعم كربلاء سيظهره فاتحه سيد الشهداء وهو موجود في المقادير الإلهية ومظهره وحضرة إمام الزمان صلوات الله وسلامه عليه هذا معنى لئن أخرتني الدهور عن نصرتك وعاقني عن ذلك المقدور فلأبكين عليك بدل الدموع دما ولأن دبنك صباحا ومساء هو ظهور حسين ولكن هذه النعم لا بد وأن توزع على من آمن بها ومن التحق بها دون غيرهم وكان زمن الفترة من شهادة الحسين إلى ظهور الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه إعدادا للنفوس وتربية وتزكية من بلايا وغيرها وثبات ومعرفة وبرزخ وأناس موجودون في قبورهم عائدون إلى هذا العالم ليتنعموا بولاية آل محمد ونعيمها إن كمال الإسلام وتمام الإسلام لم يظهر إلا بظهور الحجة بن الحسن لأن الله سبحانه وتعالى يعيد نبيه أنه سيظهر دينه على الدين كله ولو كره الكافرون من هون أو المشرقون من هون نحن حينما نفتح أعيننا إلى نعيم سيد الشهداء لا لإصلاح هذا العالم فحسب بل لإصلاحنا في هذا العالم والعوالم الأخرى علّه تكون لنا كره إلى دار الدنيا نتنعم بها في حقائق الإسلام وما أريد أن أتحدث به في هذه الليلة عن بعض النعم الصغيرة التي سيفتحها إمام الزمان صلوات الله وسلامه عليه في دولته المطلوب الأساس إذا أردنا أن نكون في نعم كربلاء التي دفع فاتورتها وهي موجودة بين السماء والأرض وستظهر في الأرض وهي موجودة بيد الحجة صلى الله عليه وآله وسلم حقيقة الأحرف السبع وعشرين التي سيفتحها إمام الزمان صلوات الله وسلامه عليه دافع فاتورتها هو حضرة سيد الشهداء في كربلاء لأنه قربان آل محمد ولأنه قربان محمد ولأنه قربان من تعلق بمحمد وآل محمد فإذا كان هو الثمن فالملك له ولذلك يكون القضاء والإنباء بيده وهذه أثمان لابد من دفعها في ساحة الحق المتعال حتى يظهر العدل بحقائقه حتى لو كانت بشؤون حضرة سيد الشهداء صلى الله عليه وسلم مخاطبتهم لنا وشفقتهم علينا هي التي كلفتهم هذه الدماء هي التي كلفتهم كل هذه الحقائق والحقائق موجودة بين أيديهم والحسين يقول إن الله أعطانا أعظم مما أعطى الأنبياء وكان يتنزل في حقيقته ويحدث الناس على قدر عقولهم حتى أتى بعضهم وألح على الحسين أن يعرف حقيقته أمامه قال يا هذا إنك لا تتحمل فأصر عليه فقال إني مخبرك بكلمة إن استطعت أن تتحملها سأحدثك ما أن نطق الحسين تلك الكلمة في أذنه حتى بيضى شعره ولحيته وتاه في الصحراء وقد أنساه الله ولو لم ينصه الله سبحانه وتعالى لبقيتائهم هذه حقائق هي التي ستظهر في زمن إمام الزمان إمام الزمان لا يريد حكومات أمثال هذه الحكومات نحن ما هو متعلق في أذهاننا أن نعتدنا على قول الحكم والحكومة على ما اعتادت عليه الجبابرة في الأرض لكن في دولة إمام الزمان صلى الله عليه وسلم عليه سيكون هناك شأن آخر في الحكم وجهة أخرى في الحكم عنوانها تربية الذات وتربية الفارد وهذا هو المهم والحكومة إنما وضعت لا لت بخطر وقد تلوت الشروط التي أخذها على أولياء أن لا يجمعوا ذهبا ولا فضة ولا يكنزون وإلى غير ذلك هذا بينته مفصلا لكن ما أريد أن أتحدث به في ليلتنا هذه عن بعض النعم في دولة إمام الزمان نحن منجهل منقول نفكر يلا حميل السلاح واضهار وعساس أنه إمام الزمان هي مش هيك الأمور هي إذا كنت انت خاضع للإذن الدخول على معسكر صاحب الزمان وهي دي حقيقتك الصادقة من فؤادك ومن قلبك فأنت في رواق الحجة كما قال إمامنا الصادق لأبي بصير وكما قال رسول الله لسلمان وهذا ما مر معنا في الليالي الماضية لكن هذه الليلة سأختصرها لأختمها كيف يودع الحجة دار الدنيا لأختمها كيف يودع ومن يودع حضرة صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه هذه الدنيا حينما قلت أن قيام الحسين كان لأجل الولاية ولأجل فتح هذه الحروف السبع وعشرين بعد أن لم يفتح الله سبحانه وتعالى على البشرية سوى حرفين أنا كنت أعلم ما أقول أن هذه الأحرف العظيمة التي تجعلك في الجنة وأنت في دار الأرض يجب أن تكون لأهلها ومن هنا والله لتميزن ولم تمحصن ولعل أذن الله في آخر الزمان أن تكون لشيعة آل محمد حكومة حتى يلزمهم بكلمة التقوى ويمحصهم فينظر من يلبي هذه الوصية وهذه الحقيقة ومن يعاند فيذهب من يعاند ويبقى من يلبي ليتنعم في دولتنا لشدة الأمن كما يقول الإمام الصادق سلام الله عليه انظروا أيها الأخوة الأعزاء إمام الزمان الطالب بضحول الأنبياء وأبناء الأنبياء ومحكمة إمام الزمان صلوات الله وسلام عليه ليس على من هو موجود فقط في الحياة بل سيرجع إلى هذه الدنيا في قوله تعالى يوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا قال هذا حشر الآخرة قال ويحك إن حشر الآخرة وجمعناهم جميعا فلم نغادر منهم وحشرناهم جميعا فلم نغادر منهم أحدا إنما يعود إلى الدنيا من محض الإيمان محضا ومحض الكفر محضا أما أولئك المرجوون لرحمة الله كيف بمحض الإيمان أو الكفر بيقول له هو الذي يحاسب من الذي يحاسب قال أمير المؤمنين عليه السلام إنما يحاسب الله ناصر الراية إما بيده أو ماله أو لسانه هذا اللي بيطمحض الإيمان أو الكفر إما راية حق وأما راية ضلال أنتم حسبيكم خلصة القصة طب ما هيدا ألم تروا أنتم حتى أهل العامة على أن هذه الأمة ستتبع الأمم السابقة حذو النعل بالنعل والقضة بالقضة ألم تكن الكرة والرجوع على أقوام في موسى وغيره من الأنبياء عليهم السلام على ما تنكرون لكنكم أجهل من أن تفقه معنى حقيقة الرجعة والحكمة الإلهية ذاك يزداد إيمانا في برزخه وهو عائد إلى الدنيا وذاك يزداد خبثا في برزخه وهو عائد إلى دار الدنيا وقد ورد بالحديث حتى يزيد لعنه الله يعود إلى الدنيا ويقتص منه الحسين سلام الله عليه ليه لأنه في شرط إلهي بيقول وإنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم يقوم الأشهاد لذلك إمام الزمان سلام الله عليه ينصب محكمة للظلمة يسألهم عن قتل قابيل لهابيل شدخلهم بقتل قابيل هابيل ألم يقل الله ونريد أن نمن على الذين اصطلعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين لنريه مين فرعون وهامان وجدونهما ما كانوا منهم يعدهم بما معنى الآية انظروا أيها الأخوة الأعزاء في كشف الغم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنا هذه الليلة قدمت مقدمة صغيرة حتى نلحق على الروايات الموجودة على بعض الروايات في النعيم في دولة إمام الزمان نعم هي كانت نعمة فيما سبق لكن إذا ظهر الحجة ستكون في النعيم لأنه هو الحاكم من آثار وجود إمام الزمان صلى الله عليه وسلم فتح بسط يد الولاية التي تعني حقيقة الإسلام التي تعني حقيقة الإسلام الذي معناه التسليم لنا ولمن ينصبه الحق المتعاد هي مش روح قلد بني العباس وبني أمية على حكوماته وتوزيع سياسة لا مش هيك هي نعم سوف تظهر ومن يريد أن يمهد إلى إمام الزمان فليمهد بهذه الحقائق لأنه مسؤول عن هذه الحقائق إن لم تظهر في زماننا أقل ما يكن استودعها قلوب المؤمنين وأفئدتهم وأفئدت ذرياتهم حتى يأتي زمن اللقاء بل سيتعجل الظهور لأن قلوبهم لن تتحمل بعد الفراق فيسألون الله بتعجيل الفرج كما قال إمامنا الصادق عليه السلام ولو أن شيعتنا ضجوا إلى الله بالدعاء بتعجيل الفرج لعجل الله لهم الفرج بعض أموية الشيعة تنتظر الساعات التي تنتهي فيه هذه الليالي ويتمنون أن تسرع لعنهم الله هؤلاء الذين سيكونون أخبث خلق على إمام الزمان والمؤمن الذي يتمنى أن تمتد وتبقى طول العمر هذه أورستنا الحزن والبلاء إلى يوم الانقضاء مو يوم عاشورة مو يوم عاشورة بكشف الغمة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنا ما رح أحكي آيات لأن إن شاء الله أسأل الله أن يوفقني أن أتحدث عن إمام الزمان في القرآن هناك سأتحدث مفصلا عن الآيات عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال تتنعم أمتي في زمن المهدي نعمة لم يتنعم مثلها قط أبدا ما نزلت شو هي يرسل السماء عليهم مدرارا يرسل السماء عليهم يعني كل الأرزاق ولا تدع الأرض شيئا من نباتها إلا أخرجته حتى بيصير بعض الطرقات هي ورد الزعفران بل الزعفران الجنة موزع فران موجود هلأ إذن أول خطوة أن السماء ليكم يا أخو يرسل السماء عليهم مدرارا رح لكم نعمة من إرسال السماء من إرسال السماء بعض المطر الذي يهوى من العرش دنيا على الدنيا فينبت لحوم المؤمنين في قبورهم يعني إذا بده ما بيموت ما بيموت وهذا موجود بزمان الحش هذا لشيعتنا في دولة الإمام للشيعة طبعا مراد من الشيعة مش حامل هوية مراد من الشيعة ما قدمته في هذه الليالي العشر إرسال السماء مدرارا مياه الشفاء مياه لا كثير أمور كثير الأرزاق كلها من السماء مش هيك أن أرزاقنا في السماء هو موجود في السماء وما توعدون شيء من نباتها اللي أخرجتها مش بس النبات لا يبقى شيء في باطن الأرض من كنوز إلا وخرجت إلى الناس على كل حال أنا أد ما بدكم فصله بموضوع الطراب بيخرج بعد علوم من الطراب يا محلى قطع الكمبيوتر مثل ما بيقوله ستذهل العقول بما هو موجود في هذا الطراب وفي هذه الأرض بعد لحد يتهل حرفين ما أخرجت الناس لا رزق السماء ولا رزق الأرض لو انفتح 27 حرف شو رح يسير شو رح يسير منفتح سيد الشهداء أنه يفتح في الكوفة بابان هما بابان جنتان المدهمتان ويكون هناك اتصال مباشر بالبرزخ وجنانه في كتير أسرار ما بدي أحكيها الليلي مش أسرار هي روايات على كل حال زين إذن تتنعم أمتي أمة محمد الذين ماذا التزموا بقول محمد في ولاية أهل بيته وقول الله قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة بالخرائج عن أبي عبد الله عليه السلام قال العلم 27 جزءا فجميع ما جاءت به الرسل جزئان فلم يعرف الناس حتى اليوم غير الجزئين فإذا قام المهدي صلى الله عليه وآله وسلم أخرج الخمسة والعشرين جزئا فبثها في الناس وضمها إليها الجزئين حتى يبثها 27 جزئا هو بيرجع بضم الجزئان مما يعني أنه ما بين أيدي الناس ليسوا من الجزئان وإلا لو كانوا من الجزئان لما أضمها هو فيصلح ما أفسده الظلم والحكومات والعلماء السوء والقذرين الذين يظهرون الباطل ويكتمون الحق الله بيطلع سفيانا حتى يأخذ من لا يحبه الله بيطلع دجل حتى يأخذ من لا يحبه لذلك ورد عندنا وأكثر أتباعه أولاد الزنا والمومسات يعني الله بيطهر الأرض من هيك شك إذن الله عم بيطلع حتى يخرج فيهم ليس أن أنت رايح تحصل لأن طموحكم حكومات أموية اتبعتم هذا وهذا وهذا ولم تتحمل قلوبكم الصبر على ولاية الله وكأنه ما فاتكم فقد خسرتموه والله المؤمن في قبره لم يخسى وهو عائد إلى هذا العالم وسترون ذلك مفصلا إن شاء الله بالإرشاد عن المفضل بن عمر قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إن باللفظ المهدي إذا قام أشرقت الأرض بنور ربها بعدين إن شاء الله بيحكي ووضع الكتاب من هو حقيقة الكتاب وجيء بالنبيين بالأرض هو أشرقت الأرض بنور ربها واستغنى العباد عن ضوء الشمس وذهبت الظلمة لأنه كل شيء بالكون تابع حركة من الإمام حتى الأيام يقول نحن الأيام هو يوم المهدي ويوم الكرة ويوم قيامة كل شيء يتحرك ليل ونهار وضو ونبات كله بحركته ما هو أصله ما هو خليفة الله كالشمس كما يتحرك الضوء مع ذلك الكوكب كل شيء خاضع لها تابع لوجوده وهذا معنى كتب على الحسين الشهادة قبل الخلق هلأ أنت بتظهر بحث تاني بس ودين في رقبة الحسين عليه السلام وذهبت الظلمة ويعمر الرجل في ملكه حتى يولد له ألف ذكر ولا تولد فيهم أنثى وليشيعتنا هلأ بتقول لبنان بتزوج في تاني ناس تاني بس أنا عاب بحكي عن النعيم الذي سيظهر لشيعتنا وتطهر وتظهر الأرض كنوزها حتى تراها الناس على وجهها دهب الناس بتلك شو بإجراء ومن هنا أنا قلت للمؤمنين قبل ظهور الجواهر تحت أقدامهم وهذه رواية موجودة ليس من عدة ويطلب الرجل منكم من يصله بماله ويأخذ من زكاته فلا يوجد أحد نعم لا يوجد أحد يقبل منه ذلك استغنى الناس بما رزقهم الله من فضله شنو ما بيلاقي واحد وين بيدفع زكاته الله يوفقك تعاخد هالمصاري لوجه الله والله خير من الله بالطريق موجود يعني ما يحتاج بس الله ما بده طمعين لأنك بتطمع حتى تتميز وإلا لو الطعام كله موجود ما بتقبل كيف أنا بصير بدي أقعد أكل أنا وفلان كيف هذا القفر بعينه بالكافي عن أبو الربيع قال سمعت أبو عبد الله عليه السلام يقول إن المهدي باللفظ إذا قام مد الله لشيعتنا في أسماعهم مولك للناس في أسماعهم وأبصارهم حتى لا يكون بينهم وبين المهدي عليه السلام بريد وهي ده من العلوم السبعة وعشرين ما حدا يقل لي تليفون وما أدري بعض الناس الآن لش لشيعتهم لش طب غيرهم ما عندهم ومفروض هذا يكون بيد الكل يكلمهم ويسمعون وينظرون إليه وهو في مكانه وهو ماين في مكانه هذه من نعم ظهور نور الرب التي تعني إمام الزمان وأشرقت الأرض بنور ربها على وجه هذا الله يتحدث عن النور سيظهر في الأرض ليظهره على الدين كله هذا النور إذا ظهر شو بيساوه عشان هيك بنقول له للحسن أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخ ما بقيد النور هو نور فيه كل الكمال الإلهي لأن الله ينسبه إليه الله نور السماوات والأرض لبدكن الخلاص حينما قلت لكم إذا أردتم الخلاص أمامكم وجه واحد أن تسأل الله تعجيل الفرج لإمام الزمان من بده يقاص بنعل غبرة من خدام إمام الزمان صلى الله عليه وسلم غبرة بالخصال الوقت الليلة عن علي بن الحسين عليه السلام قال إذا قام المهدي أذهب الله عز وجل عن شيعتنا العاهة ما فيه ينعاها ذرة لا شلال لا كلال لا ما أدري شنو كل هذا ما أقول وجعل قلوبهم كزبر الحديد وجعل قوة الرجل منهم قوة أربعين كزبر الحديد يعني قلب لا يشبه شك لأنه مين اللي بيشكك لك الشياطين جاي الحكي شو بيسوي بالشياطين أربعين رجل ويكونون حكام الأرض وسنامها شيعاهم حكام الأرض وسنامها بالخصال عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول بنا يفتح الله وبنا يختم وبنا يمحو ما يشاء وبنا يثبت وعنده أم الكتاب وبنا يثبت نعم وبنا يثبت وبنا يدفع الله الزمن الكلب بتكنت غير أزمانكم التجؤولنا بتكن ضبط إخرتكم التجؤولنا بتكن ضبط برزقكم التجؤولنا بتكن ضبط عودتكم للنعيم مع دولتنا التجؤولنا وبنا ينزل الغيث فلا يغرنكم بالله الغرور ما أنزلت السماء قطرة من ماء منذ حبسه الله عز وجل هلأ هيدا الحبس هو اللي قال يا سماء اقلعي بزمن نوح وهلأ أملاقيين كوكب مجمد بصمي مجمد عز وجل ولو قد قام المهدي صلى الله عليه وآله وسلم لأنزلت السماء قطرها ولأخرجت الأرض نباتها ولذهبت الشحناء هذه من اللوازم وجود أشرقت الأرض بنور ربها إذا أشرقت بنعال آل محمد عليه السلام وبفاطورة سيد الشهداء في كربلاء هذه من اللوازم لأنزلت السماء قطرها ولأخرجت الأرض بركاتها ولا أخرجت دولة دولة إمام الزمان لأن مشرقة بنعلي آل محمد عليه السلام ولا أصطلحت السباع والبهائم تعرفوا كيف تصطلح السباع والبهائم الحي كانت بالجنة العاب وكانت تخدم آدم عليه السلام في الجنة التي هبط منها في دولة إمام الزمان صلوات الله وسلام عليه يقول الحيات تصبح ألعابا لأطفالكم هو نوره مش بيدخل بس على فؤاد البشر على السماء والماء المحتبس فيها وعلى الأرض وعلى خيراتها وتخرج لا يبقى شيء مما تنبت كما قال رسول الله ولا تدعى الأرض شيء من نباتها إلا أخرجتها من زمن آدم لهلأ بعد ما أخرجت شيء من نباتها لأنه أول دم نزل عليها دمها بيه للمظلوم أخذت بالإسوداد وأخذت أن تحبس كل خيراتها من هداك الزمن من تلك المعاصي ألم يكن الحجر الأسعد في الكعبة طير من السماء أهبطه الله فكان حجرا فيه مواثيق العباد لونه أبيض من الثلج سودته ذنوب العباد هذا موجود الأرض من وقت اللي سقطت قطر الدم هابيل ضبت كل خيراته وما متى تنعمون به ليس خيرات الأرض وحينما أتحدث عن خيرات الأرض شيء لا صورة له في أذهاننا هذه من لوازم ظهور نور الرب الذي هو إمام الزمان صلى الله عليه وسلم وأشرقت الأرض بنور ربها هذه من اللوازم ذهاب العاهة عدم المرض عدم الطباغض عدم الشحناء أكثر البهائم تصلح يعني قدش فيه فساد بالبهائم حتى بحليبة شو عم بيطعموها إلى غير ذلك ما هي كل خراب يعني إذا بدك تاخد بس الأستروجين الموجود فيها لكفة عملة الزلم مرح لك شعر بطل يطلع له مش هيدا موجود لش بعد فيه شيء بالأرض إلا ما فسد بالبحار بعد فيه شيء إلا ما فسد لذلك إذا ظهر الإمام يستصلح الأرض والبحار كل شيء خراب أهل المدني وأهل التجارب خربتوا كل شيء ولا اصطلحت السباع والبهائم حتى تمشي المرأة بين العراق إلى الشام لا تضع قدميها إلا على النبات هذه المروج الخضراء بس هيدا بسبب أشرقة الأرض بنور ربها وهيدا دولة إمام الزمان مش دول حكومات وعنتريات تفكروا حالكم تنقلونا الثقافة الأموية على دولة إمام الزمان دولة إمام الزمان لا ألبس إلا ما تلبسون ولا آكل إلا ما تأكلون وقد تلوتها البارحة وأن لا تكنجوا ذهبا ولا فضة ولا تلحقوا مدبرا ولا تهتكوا مؤمنا لهيدا بتظهر لهيدا بتظهر الظلم هو اللي بيمنع النبات عنده يطلع والله بعض المؤمنين قال لي حينما راح أحد الظلمة من بعض البلدان ما أريد أن أذكر قال لي خلال أول ثلاث أربعة شهر رجعت نبتة الأرض أحشاب ما كنا نراها حينما بدأ الظلم بدأت تختفي هل هل أكتر من وقت اللي كان وقت الظلم قديما ما عاش في شي على الأرض صار سودا بعد في حدا عم يتنعم مع أولاده مع أهل بيته ولا الهموم ركبيته من راسه لكع بجرين بعد أكثر حتى تمشي المرأة بين العراق إلى الشام لا تضع قدميها إلا على النبات وعلى رأسها زبيلها لا يهيجها سبع ولا تخاف سود المورة خدمتك حجية تريدين أشيلة عنك هذه لوازم العدل هي لوازم العدل من لوازم ظهور العدالة الإلهية لأنه كلمة تمت كلمة ربك صدقا وعدل مش بس على البشر إذا عملت هيك بالأسود والذئاب وعملت هيك بالسباع شو بتعمل مع نسائكم وأطفالكم شو بتعمل يا أيها النساء شو بتعمل مع أزواجكم كيف تعيشوا هو بعين الجن الذي كنا نتحدث به ما إذا ما فيه قرين وما فيه وسواس وما فيه شيطان وفيه شيطان يذبح يذبحه الشيطان إنك من المنظرين إلى الوقت المعلوم الشيطان ترى مو باقي قال له أنت بتبقى لو أتي إمام الزمان بس يجي إمام الزمان بده يذبحك فلا يوسوا الشيء في صدوركم يعني ما فيه غير سكرات العشق نياله اللي بعيش بهذا في الزمان عشان هيك المؤمن قبل الظهور أفضل بكثير من المؤمن بعد الظهور الله يساعد قلبه ذاك ما في ظلمة إلا ما توجهت على قلبه وقلب عياله وقلب إخوانه ملئت ملئت ظلما وجورة ملئت يعني ظهور تمام الظلمة هذا معنى أنه ما هم في البرزق مسلطون على الدنيا لأنه إذا الله بدوا يرجعهم بدوا لهم تفضلوا ما عمل فتح له باب يجي يأذي ذلك المؤمن في آخر الزمان أكثر شيء يتأذى ويتأسف الإمام عليه آهن للمؤمن أطلبهم في أطراف الأرض وأطراف المدن وأعلى الجبال هذا قد تلوته فيما مضه والمؤمن هو اللي بيمشى على كتاب الله وعطرة أهل بيت الله يساعد قلبه ليس للشياطين يقول أمير المؤمنين هم غير أوليائنا هولي رح يدلل دلال مع إمام الزمان ما قاله ما قاله رسم الله يساعد قلبه هو أنصار الحجة الذين حملوا كتاب الله وعطرة أهل بيته ولم يسقطوا شيء من حق الله سبحانه وتعالى ولم تغريهم الحكومات وغيرهم ولم ترعبهم اعتداءات الشياطين من الإنس والجن وصبروا على أمر وليهم وكان دينهم كالقابد على نعم كالقابد الجمر كقابد الجمر القابد على دينه كالقابد على الجمر زين بالغيبة للنعماني عن أبي جعفر عليه السلام أعتذر أنا اليوم لأنه تأخر شيخنا أنه قال كأنني بدينكم هذا لا يزال متخضخضا يفحص بدمه ثم لا يرده عليكم إلا رجل مننا أهل البيت فيعطيكم في السنة عطاءان بالسنة عطاءان ويرزقكم في الشهر رزقان بس رزقه غير رزق هلأ ما تحطوا شيء هلأ على اللي بده يجيه لأنه رزقه هونيك بيقل بيقل له سيدي إيجا وقته بيقل له فوت على هالغرفة وخاد قد ما بدك مش يحثوا المال حثوا ولا يعده فما تفكروا في شهر زيادة يعني لا في عطاء غير حتى صاحب الزكاة لا يجد من يأخذ زكاة يلتمس من المؤمن أن يأخذ زكاة يقول له ما والله ما أحتاج هذا الخير موجود وتؤتون الحكمة في زمانه وهذا فضل الله الأكبر حتى أن المرأة لتقضي في بيتها بكتاب الله تعالى وسنة رسوله ما تحتاج شيء هي بتقضي حتى مراجعة مش محتاجة وهذا لشيعتنا في زمان الظهور بإثبات الهدات عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن المؤمن في زمان المهدي وهو بالمشرق ليرى أخاه الذي هو في المغرب هون قال المؤمن ما حدا يقل لإتصالاته ما إتصالات طب غير المؤمن كيف يشوف الذين هم من العامة كيف يشوف ليس بكافر وكذا الذي في المغرب يرى أخاه الذي في المشرق إلا أن تقول أنه لا يبقى على وجه الأرض إلا نحن وشيعتنا مع أنه في روايات أنه يشرد العرب إلى البادية في روايات كثيرة الآن ليست موطن بحثنا في النعمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا قام المهدي صلى الله عليه وآله بعث في أقليم الأرض كل أقليم رجلا يقول عهدك في كفك فإذا ورد عليك أمر لا تفهمه ولا تحرف القضاء فيه فانظر إلى كفك وعمل بما فيها قال ويبعث جندا إلى القسطنطينية وهذا دليل هلأ بقرينة أنه بكفه مش بشيء ما تنظر بورقة مثلا بيدك أو غير ذلك فإذا بلغوا الخليج كتبوا على أقدامهم شيء ومشوا على الماء فإذا نظر إليهم الروم يمشون هيا بعد ما تشكل دولة الإمام لأنه دخول القسطنطينية بعد الانتهاء من دمشق ضغري مباشرة وهي دولة الروم بيكون الروم هونيكي بالقسطنطينيين ألا بقيت اللي أماركا وتانية خلوها بلا ما نحكي شوي زيب بس اللي خايفين من الأمر كانوا طمعانين فيهم نصيحة ما تطمعوا فيهم نصيحة لوجه الله ما تطمعوا فيهم لأنه لن يكون عندهم شيء يمشون على الماء قالوا الروم هؤلاء أصحابه يمشون على الماء فكيف هو شنو هاي إذا أصحابه فعند ذلك فكيف هو عند ذلك كيف لذلك ورد بالروية أنه بيستسلم بكمال الدين عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال كأني بأصحاب المهدي صلى الله عليه وآله وقد أحاطوا بما بين الخافقين خلص ليس من شيء إلا هو وهو مطيع لهم حتى سباع الأرض روح كلها وبيروح بياكلها في ناس قبل الظهور الله فيتح لهم هكي شوية خفوش وسباع الطير تطلب رضاهم في كل شيء شو تريدون خدمتكم يعني مش بس الله بيصلح السباع وبعدش يهيج السباع على أحد لا أمرأ أو لا رجل ولا غير ذلك بل يجعلهم خدما خدم لأصحاب المهدي تطلب رضاهم في كل شيء حتى تفخر الأرض على الأرض وتقول مرة بليوم رجل من أصحاب المهدي بصيروا يتصابقوا مين التمس غبار نعال أصحاب المهدي صلى الله عليه هذه الكرامة ورد عندنا في الأحاديث أن العشائر تسمى باسم أطقى رجل فيها عوائلهم بتصير بيت الحج فلان اسمه المؤمن بتصير هي عائلته بدلائل الإمامة عن المفضل بن عمر عن أبي عبد الله قال عليه السلام إذا قام المهدي صلى الله عليه وآله وسلم هذه من نعيم التي قلت دفع فاطورة سيد الشهداء وستظهر على يد إمام الزمان هذه ملك آل محمد نحن منحط مطرح ممن ومنخلي ميم ممن يعيش معنا إذا قام المهدي عليه السلام استنزل المؤمن الطير من الهواء هم بترجعك لول كما قال سلمان لو ولوها علي لدعوا الطير من السماء فآتاهم يعني نفس الملاك إذن الملاك هو ولاية اللي بده أمي يكفي مع الأم واللي بده إمامي يكفي مع الإمام فيذبحه فيشويه ويأكل لحمه ولا يكسر عظمها ثم يقول له إحيا بإذن الله المؤمن ما أصلا من لوازم الإيمان هو ظهور الولاية على يدك الله سبحانه وتعالى ما أظهرها حتى ما يدخلك العجب ولكن وقت ما بيكون في شيطان ما في عجب فبدا تظهر الولاية وهي الجنة هاك وقت اللي بيتمنى للأشجار أن تسقط وهي الموز تسقط تفاح تسقط تفاح شنو أليست هذه ولاية ولاية التكوينية مش لأهل البيت ولاية التكوينية المتقرب إليهم وقال ثم يقول له إحيا بإذن الله فيحيا ويطير وكذلك الضباء من الصحاري فيكون ضوء البلاد نورها ولا نعم نوره ولا يحتاجون إلى شمس ولا قمر ولا يكون على وجه الأرض مؤذن حتى الحشرات ما بيعد فيه هذا من اللوازم وأشرقة الأرض بنور ربها عم ندعيكم لهيك دولة وإن كنت في قبر وقتلت وإنت عليهك حقيقة جعلك الله وديعة تعود في الكرة وهذا إن شاء الله ما سأتحدث عن في المهدي في القرآن أسأل الله أن يوفقني لبياني ذلك ولا مؤذن ولا شر ولا شر وسبب هاي العهود اللي أخذ إمام الزمان لأنه من لوازم العدل البقرة بتصير تحلب مرتين بنهار مش مرة مش مرة والأرض بتخرج أزهار ما خرجت على وجهها بعد لأنه سقط عليها دم قابيل من الأول فكيف لو سقط دم الحسين عليه الصلام أعرف 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 شو فيه بالولاية لا يهجم على ما تقولوش هو الأسماء الحسنان من أول ما سقطت قطرة هابيل على الأرض الأرض اختزنت كل خيراتها والمظالم على علم عم بيرتب كل هذا الأمر في الأرض من سياساته وغيرها متى بخطر في الكوفة اللي عم بيرتبها سماوية يعني الملائكة كلها موجودة وعشان هيك أول من يأخذ البيعة جبرائيل قبل الظهور تعالوا إلى بيعة الله كما ورد عندنا في الأحاديث فإذا كان السماوية صار إصلاحها بالملائكة الملائكة اللي فصلت ابن آدم بكلها العروق وهالهندسة يعني حتى البناء رح يكون بهندسة ملكوتية حتى جره المياه رح يكون بهندسة ملكوتية يعني عشان هيك بتخرج كل لا تدوسوا قدم الرجل إلا على أشب الأرض بس مش أعشاب اللي هلأ شايفينا هي رح تكون زبالة الجنينات الموجودة هلأ رح يكون زبالة والأمان رح يكون زبالة ولن يكون هناك شحناء ولا تباغط كما ورد ذلك في الأحاديث يعني رح يتزوج الرجل أو المرأة ويعيش حياة سعيدة مع أنه المؤمن هلأ والمؤمنة هاك بس مش قد هديك بيجيهم ضغط من ظلمات الناس أصل وجود الظلم في الأرض أنه بيعمل ضغط على قلب المؤمن بيعمل أسى أسى بشكل لأن الدعوة سماوية ليست بأرضية ولا يكون للشيطان فيها وسوسة خلاص لك هيدا لك هيدا جارتك لك فلان لك فلان قرب هيك لياكلها كلها هي شياطين اللي بتعمل من أثرها ماذا الفساد ولا عمل ولا حسد ولا شيء من الفساد ولا تشوق الأرض الشوق ما بيطلع في بس ورود الزعفران ورود بعد ورود نحن ما شايفينا بالأرض نضبط وقت اللي شافت الدم المهضور على كل حال كفوا أنتم اللي ما بتكن إمام الزمان على ما أنتم عليه وتركوا المؤمن يا خي يعيش والشجر لا تشوق الأرض والشجر وتبقى زروع الأرض قائمة كما أخذ منها كما كل ما أخذ منها شيء نبت من وقته قطعت طلعت قطعت طلعت يعني ربما نرحق بهالنبات والخيرات والأرض وعاد كحاله وأن الرجل ليكسوا ابنه الثوب فيطولوا معه فيه تقنيات لللباس تقنيات للشجر للزرع فيه شيء تاني إذا بحرفان نقصين هيك عملوا مع وجود الظلم والظلم حليب اللي بكن تشربوه شو رح يكون البيض اللي بكن تاكله الغنم اللي بكن تاكله أكيد رح تشموه من عالم آخر وأن الثوب فيطول معه كل ما طال ويتلون عليه أي لون أحب ريدة بالأخضر ريدة بالأزرق ريدة بالأسود ريدة بالأبيض حتى يقول يا مؤمن خلفي نعم عفوا ولو أن الرجل الكافر دخل حجر أو توارى خلف مدرة أو حجر أو شجر لأنطق الله ذلك الستر الذي يتوارى فيه حتى يقول يا مؤمن خلفي كافر والمراد من الكافر من كفر بولاياتنا هذا الكافر رجعوا لأيات القرآنية كفروا بآياتنا فخذه فيأخذه ويقتله ولا يكون لإبليس هيكل يسكن يعني قدش فيه أبيلس هلا كما قال أمير المؤمنين وربح الشيطان في أبدانهم وولج في دمائهم ولا يكون الإبليس هيكل يسكنه فيه والهيكل البدن ويصافح المؤمن الملائكة صحبة مع بعضهم ويوحي إليهم ويوحى إليهم ويحيون وفي مصدر تاني ويجتمعون الموت ويحيون الموت بإذن الله قال يأتي على الناس زمان لا يكون المؤمن إلا بالكوفة أو يحن إليها ليه لأنه فيه بابان الجنتين المدهمتين اللي بيفتحوا وأني ما بدي أحكي أسرار شو فيه بعد وحو يفتش على الهيكل ويقصد الهيكل وهي طبعا موجودة في الروايات يعني مو أنه من عنا بالإرشاد عن عبد الكريم الخفح عمي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام كم يملك المولى قال سبع سنين تطول له الأيام والليالي حتى تكون السنة من سنيه مقدار عشر سنين من سنيكم الماضية مش هلأ هلأ ما بتطلعش السنة الديوم الديوم ما بتطلع فيكون سنو ملكه سبعين سنة من سنيكم هذه وإذا وإذا آن قيامه مطر الله جماد الآخر وعشر من أيام رجب مطرا لم يرى الخلائق مثله فينبت الله به لحوم المؤمنين وأبدانهم في قبورهم فكأني أنظر إليهم مقبلين من قبل جهيمة ينفضون ينفضون شعورهم من الطراب هلأ ليش جهيمة ليش هل هي بحقيقة جبل رضوة ومين بيسكنه الحسين ليش قاعد عسرير هنيك والمؤمنين ليش هذا باب ليس وقته وفي الكافي عن أبي عبد الله ثم رددنا لكم الكرة عليهم قال خروز الحسين عليه السلام في سبعين من أصحابه عليهم البيض المذهب لكل بيضة وجهان المؤدون إلى الناس أن هذا الحسين قد خرج حتى لا يشكف المؤمنون فيه وإنه ليس بدجال ولا شيطان والحجة المهدي صلى الله عليه وآله وسلم بين أظهرهم فإذا استخرت المعرفة في قلوب المؤمنين أنه الحسين جاء الحجة الموت فيكون الذي يغسله ويكفنه ويحنطه ويلحده في حفرته الحسين بن علي ولا يلل وصية إلا وصية هذا حتى أموت بلوعة المصاب وغصة الاكتئاب بطعان قامع سيد الشهن أبي يا حسين ما هد لك الأرض كل يا حسين وظهر يوم الذي هو يوم المهدي وجاء يومك يوم الكرة قال له الأيام ذكرهم بأيام لا ثلاث يوم المهدي ويوم الكرة ويوم القيامة الأولى لإمام الزمان الثانية للحسين ثالثة لأمير المؤمنين يا طعا الله صبرك إلى الآن ولدي مهدي شو بد يقص الله عن الدجالين عن الكذبين عن بلأهم خير وأحرقوه وتعاون فيه على قتل المؤمن وأقصائه شو بد يشكيل ولا يشكيل شو بد يشكيل ساعد الله قلبه بمختصر الدرجات عن أبي عبد الله ويقبل الحسين عليه السلام في أصحابه الذين قتلوا معه ومعه سبعون نبيا وجيء بالنبيين يأتي وقتا واشرحا وجيء وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين يأتي إن شاء الله في شرح الآن إمام الزمان في القرآن ومعه سبعون نبيا كما بعثوا مع موسى بن عمران عليه السلام فيدفع إليه المهدي الخاتم فيكون الحسين عليه السلام هو الذي يليه غسله وكفنه وحنوطه ويواري به في حفرته عشان هيك إمام الزمان ما بيقدر يفارق أن دمنك صباحا ومساء أبكي أن عليك بدل الدموع إذا فرقت الحياة بدي مضجعك يا حسين بدي مضجعك يا حسين بمختصر الدرجات عن أبي عبد الله قال إن الذي يلي حساب الناس قبل يوم القيامة وهي الدابة التي يخرج الله بها لتسوق الناس إلى القيامة الكبرى قال أنا هي أمير المؤمنين قال إن الذي يلي حساب الناس قبل يوم القيامة الحسين بن علي فإذا فأما يوم القيامة فإنما هو بعث إلى الجنة وبعث إلى النار وهذا موجود بكثرة في القرآن إلهي بحضرة إمام الزمان صلوات الله وسلام عليه أبلغ إمام الزمان عنا كل العزاء وكل المواساة في هذه الليلة الصحبة على قلبه وفؤاده وغربته سيدي علا ذكر فضائلكم يكون عزاء لكم إنه ما ذهب دم الحسين هدر إخفاء ما قاله الأئمة هو ذهب دم الحسين هدرا واللي بعز سيدة النساء هو أن تظهر هذه المملكة لآل محمد هيدا العزاء هيدا العزاء ومحاربة هذه الفضائل في صف عبيد الله بن زياد اللهم اجعل كلامنا في أيامنا هذه التي مرت سلوى لقلب فاطمة سلوى لقلب فاطمة لأنها تظهر الحق فلا تضل الشيعة وينحرف فيكون بذلك راحة محمد لأنه حملهم محمد صلى الله عليه عجل لوليك بالفرش انصر ناصريه واخذ الخاذليه الفرج والعافية والنصر إنك ولي الإحسان ارزقنا شفاقته ورحمته ودعاءه وخيره والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة